لو سألتني وقلتلي يا ابو حميد ايه اول حاجة تعلمه وانا بتعلم انجليش هقولك كلمات مش جرامر خالص طيب ايه الكلمات او نوعية الكلمات اللي هتعلمها في الاول افعال لازم تتعلم افعال في الاول لان الافعال هي اللي بتخليك تعبر عن نفسك مش بس بالانجليش باي لغة انت بتتعلمها ودي الفكرة بتاعة السلسلة الجديدة اللي دي اول حلقة فيها وهي سلسلة الافعال هختارك انا بقى في السلسلة دي همعلم افعال ليها كمان اكتر من معنى لان الموضوع ده بيلغبطنا جدا كمبتدئين في افعال كتير في الانجليش بيبقى ليها اكتر من معنى وانت يعيني ممكن تبقى عارف معنى واحد بس فتيجي تتلغبط وانت بتحاول تترجم الجملة في دماغك سواء وانت بتقولها او سواء وانت بتقرأها هنبتدي النهاردة مع اول فعل وهو فعل call واكتر من معنى ليه تابعوني في السلسلة دي لانكم بجد هتستفيدوا جدا فكل حلقة هناخد فعل او فعلين يلا بينا اول معنى call وكلنا عارفينه هو انك تكلم حد على التليفون انا كلمت محمد امبارح لكنه مردش علي تاني معنى ال call وهو يسمي فمسلا ممكن اقولك احنا جلنا ولد امبارح يعني اكيد خلفنا يعني ما جلناش هدايا and we called him مو صلاح يسميناه محمد صلاح وهيلا في ليفر بول بردو اوكي فكل يعني يسمي ممكن اقولك بردو مارس اللي هو المريخ كوكب المريخ we call mars the red planet احنا بنقول على مارس او بنسمي مارس الكوكب الاحمر we call mars the red planet تالت معنى لقول ينادي انك تقول حاجة بصوت عالي يعني مثلا ايه i called your name انا قلت اسمك but you didn't hear me اوكي او i call your name but you don't hear me انا بقول اسمك بس انت مش سمعني فقول معناها كمان ينادي انك تقول حاجة بصوت عالي او تقول اسم بصوت عالي وده تالت معنى لقول عندنا كمان معنى لقول وهو consider يعني يعتبر حد يعني مثلا ايه i call him a friend انا باعتبره صديق لي i call him a friend اوكي or i call him a brother باعتبره اخ لي اوكي فقول مينز برضو consider يعتبر اوكي كمان معناها يدعو لشيء يعني مثلا تدعو لمزهرة انا مبادعوش لمزهرة او لحاجة انا بقولك بديك مثل بس انا ااسف سيادتك اوكي call اوكي a demonstration يعني يدعو لمزهرة وممكن نحط فور لو عايز ممكن نقول i call for a demonstration انا بادعو لمزهرة or i call a demonstration ممكن تدعو لحتي اصم اوكي call a strike ممكن نحط for طيب بندعو الاجتماع we call a meeting او we call for a meeting دي اشهر معاني لcall اللي انت ممكن تقابلها وانت بتقرأ وانت بتتكلم انا حبيت النهاردة اشرح فعل واحد وركز عليه ودي ووريك اهمية الموضوع ان شاء الله في الحلقات الجاية اشرح have make get افعال تانية او مهمة جدا ممكن ناخد فعلين كمان في حلقة واحدة مش عارس اطول عليك عشان دي اول حلقة لو الفيديو عجبك انت عارف هتعمل ايه thank you and wish you all the best bye